سارة تقول إنها من أهل مكة هل نقول بالنسبة لمن كان من أهل مكة من النساء أنه يجب عليها أن تحج بمحرم أم لا المحرم إنما شرع عند السفر فإذا ترتب على الحج وجود سفر وهو السفر العرفي على الصحيح أو على قول الجماهير باعتبار أربعة برد أو ما يقاربها على خلاف بينهم في قلتها و كثرتها فنقول يجب يعني الذي يأتي مثلا من المدينة أو يأتي مثلا من الطائف إذا قلنا بأن الطائف تبعد مسافة قصر أو مسافة سفر بالأصح فهنا يترتب الحكم أما وهي في مكة فلا تعد مسافرة إذا كانت في مكة وحتى في قرى مكة القريبة منها عشرين كيل و أربعين و خمسين و نحو ذلك هذا لا يعد معه الإنسان مسافرا و السفر عند العرب هو قطع المسافة و المسافة المعتبرة عرفا التي تكون طويلة عرفا هي المسافة المعتبرة فالخمس سبعين كيل و الثمانين كيل هذه تعتبر طويلة عرفا أي مسافة طويلة فالأمر فيها ظاهر فبالنسبة لها مدامة مقيمة في مكة فلها أن تحج من غير محرم و لكن يحسن بها لسيما في أوقات الزحام أن يكون معها رجل يحميها و يحفظها من مزاحمة الرجال هذا أولى بحقها و إن تحرت الأوقات التي فيها سعى و الأوقات المناسبة فلا شيء عليه حتى لو حجت وحدها و الله أعلم